في عمق معاقل المعارضة السورية ما زال الجيش النظامي السوري يواصل زحفه لا سيما بعدما انتزع السيطرة على 60% من شرق حلب من أيدي مقاتل المعارضة في أحدث مراحل حملته لاستعادة السيطرة على حلب بالكامل في المقابل رفضت فصائل المعارضة لانسحاب من شرق حلب وأبلغت الولايات المتحدة أنها لن تترك حلب ردا على دعوة موسكو لإجراء محادثات مع واشنطن بشأن انسحاب كامل لمقاتل المعارضة من الأحياء الشرقية المحاصرة في المدينة المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أوضح أن هناك معارك عنيفة بين الطرفين تتركز في حي الميسر في شرق حلب تزامنا مع استمرار الاشتباكات على أطراف أحياء الجزمات وقرم الطراب وطريق الباب التي تمكنت قوة النظام من السيطرة عليها في هذه الأثناء استقبل المستشفى الجامعي بحلب المئات من المصابين الذين سقطوا جراء القتال بين طرفي الصراع في المنطقة واقتضت ممرات المستشفى بالجرحة الذين يغضعون للعلاج في ظل ظروف صحية وإنسانية قاسية أما عدد الجرحة فيقدر بالمئات يعني يقدر حوالي 700 جريح وفي الوقت الذي تسعى فيه قوة النظام للتقدم والسيطرة على حي الشعار والأحياء المحيطة بهدف دفع الفصائل المقاتلة إلى الانسحاب بشكل كامل إلى جنوب الأحياء الشرقية دعت القيادة العامة لجيش السوري في بيان لها سكان الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة حلب للعودة إلى منازلهم بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى تلك الأحياء وأعلنت أن مؤسسات الدولة باشرت بإعادة تأهيلها كذلك وبعد توقف دام أكثر من أربع سنوات استأنفت حافلات النقل الحكومية رحلاتها من غرب مدينة حلب إلى الأحياء الشرقية التي استعدتها القوات النظامية وأقلت المئات من المدنيين إلى حي مساكن هنانو قبل توجههم إلى أحياء عدة في القطع الشمالي من الأحياء الشرقية لتفقد منازلهم وممتلكاتهم وبينما أعلنت روسيا إرسالها قافلة تضم أكثر من ثلاثين شاحنة محملة بالمساعدة الإنسانية إلى مدينة حلب أبدى المبعوث الدولي إلى سوريا استفان ديمستورا تخوفه من أن حلب ربما ستشهد معركة رهيبة تنتهي مع عياد الميلاد ورأس السنة معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن يكون هناك صيغة ما لمنع حصولها منشيرا إلى لقائه المرتقب مع رئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من أجل بحث الأزمة السورية